محمد صلاح فيت بالحيات مع الإعلام العربي لأنه صرح بآخر تصريحات أنه إذا أحد عزمه على كاس كحول ما بيعني له الموضوع ما بعرف ليش العالم إيميتهم عليه قال ما بيعني له الموضوع ما قال إيه بروح ما بعرف شو فيه ما بعرف شو صاير كل اللي بعرفوا أنه العالم كتير عم بتزيد عليها الزلمة ونازم الكل يتذكر مين هو من أول منوعها هالحياة ببلش بحثنا عن شو بدنا نكون بهالعالم الكبير وعن طبيعة دورنا بهالمجتمع يلي خلقنا فيه بعض الأشخاص ما بيلاقي شغفه بأي شي وبيضل عم بيتفرج على عالمنا من الزاوية والبعض الثاني بيتأثر بتوقعات المجتمع الواقع على ظهره والظروف يلي حواليه ما بيقضي باقي حياته مجال ما كان من اختياره بس هالكوكب ما بيخلى من الفئة يلي تبذل كل جهدة وبتعمل المستحيل لتحقيق يلي حبي تكونه لما نذكر هالنوع من الناس ما فينا ما نتمثل بشغف واحد من أكبر المؤثرين العرب محمد صلاح هلا بجميع معكم دراد واليوم هنحكي عن محمد صلاح أحلام كبيرة وطموحات واقف بوجة سوق الوضع الاجتماعي هايدي كانت وضعية محمد صلاح الصبيا اللي خلق من 29 سنة تحديداً من 17 حزيران 1992 قرية نجريج بالمحافظة الغربية من مصر معايلة كروية بامتياز باي وعمه لعبوا قرية القدم كمان وكان عندهم هالشغف من أبن صلاح واحد من ثلاثة ولاد بعيلته إضافة لأخ واخر حب كرة القدم من عمر سبع سنين ولعب بالأحياء الشعبية والزواريب الدايقة مع رفقاته وتابع مباريات دور الأبطال لما الإمكانيات كانت تسمح لأنه المناطق والمجتمعات المثل يلي تربى فيها صلاح بعض الأمور يلي بنعتبرها نحنا بديهية مثل اللبس والتغذية هي أمور مش سهل تحصل عليها فكيف إذا عم نحكي عن مشاهدة مباريات كرة قدم يلي منى الأمر المهم ببيئة عم تبحث عن أساسيات العيش كان صلاح من المعجبين بنجوم هاللعبة مثل طوتي وزيدان ومستواهن رائع يلي كان الملهم الأول ومثل أعلى يلي ممكن تحققه من نجومية وشهرة لو اشتغلت على حالك لتصير لاعب كرة قدم عالم أمان صلاح بنفسه وحلمه وبرفيقه يلي كان يضل يقلو أنه رح يصير لاعب كبير بالمستقبل وأول عائق بطريقه كان أوضاع أهله المادية صعبة يلي ما سمحت لهم يسجلوا ابنهم بأكاديمية كروية تطور فيها مهارات وإحدى المقابلات بيحكي محمد عن بداية مسيرته لما فات بعمر 12 سنة على فريق باسيون يلي بيبعد عن بيته ساعة ونصف قبل ما بأحدى الأيام يوصل على المدينة واحد من الكشفين تبع فريق المقاولون العرب والكاشف هو الموظف يلي بتوصفه النوادة الكبيرة بهدف إيجاد مواهب جديدة وهالكاشف كان رايح يشوف لاعب تاني اسمه شريف مع فريق محمد إلا أنه أداء صلاح وموهبته وردت عليه يضموا لفريق المقاولون بعد فترة صغيرة بعمر 14 سنة وهالفريق موجود بالقاهرة وبدورة بتبعت عن بيت صلاح مسافة أربع ساعات ونصف هالرحلية اللي كان مضطر يخوضها خمس مرات بالأسبوع لما يتغيب عن التدريبات الشي اللي ما كانت قبلينة فيه والدة محمد صلاح بسبب خوفه منها الرحلات الطويلة ورغبتها بتركيزه على دراسته بس صلاح يقدر بعد محاولات عديدة من إقناعه أنه ينضم لها الفريق مع التركيز على الدراسته والحمد الله والده بقى يدعمه حتى لما صلاح نفسه حسب صعوبة البدايات ومع هيك كل هالمسافات والضغط ما خلت لعبنا يتراجع للحظة بدون ما ننسى صعوبات المواصلات ويلي كانت تاخد كل مصروفه اليومي وهو 20 جنيه مصري يبقى منهم جنيه واحد يشتري فيه بآخر النهار صح انكشري يسند فيه حاله بعد نهار طويل نصه بالتدريب والنص التاني بالقطار بالإضافة لمحاولة الالتزام بدون مدرسة ولو بشكل جزئي صلاح ما كان متأكد انه رح ينجح ايقى الحلم بس كان بده يبشده هون بنعرف قيمة رغبتنا بإنجاز الشي اللي عم نعمله قد ما صعبة الزروف والحلم بلش يتحقق لما شارك مع المنتخب المصري بأول مباراة بعمر 19 سنة وتنسيب المنتخب أمر بيعني كتير لأي شخص مثل ما انه هي مسئولية كبيرة وصلاح كان قده ولما شارك بعام 2012 بالأولمبياد سجل 3 أهداف بأول دور وبنفس السنة فتحت أوروبا بوابة لصلاح وقت انتقل من المقاولين لبازل الفريق السويسلي بعد ما نرفض من قبل إدارة فريق الزمالك يلي اعتبر وقته رئيسه انه لسه بدري عليه بإشارة منه لصغر سنه وعدم امتلاكه الخبرة لتمثيل فريق بحجم الزمالك ولكن بعض المصادر بتنفيها الخبرية كلها وبتأكد اهتمام الأهل بصلاح ومش الزمالك تجربة انتقاله لبازل كانت ببديتة ولأسباب عديدة كاختلاف البلد عن مجتمعه والشعور بالوحدة والوقت الطويل يلي كان يقضيه لحاله بعد التمرين الشي يلي خلاه يقضي وقته عم يتمشى بالطرقات وحتى لما يرجع عالفندوق مكان يحضر تلفزيون لأنه كل الخنوات كانت أجنبية ولخته الإنجليزية مكانت جيدة تفاعته اللي يطور هاللغة لينسجم أكثر بها المجتمع وبرفق زملائه ومع كل هالظروف حول كل اهتمامه لأنه يطور بحاله ويكون متميز عن باقي اللاعبين وهيدا الشي اللي عطاه صبر وخليه مقتنع بأهمية يلي عم يعمل بازل جرب صلاح أجواء أول بطولة أوروبية بعد سنوات بمصر وهي بطولة اليوروباليك يلي بيعتبر انه كانت بطولة مميزة إله عالصعيد الشخصي وقدر بعدها يساعد فريقه بالتأهل للدور الأبطال وهي البطولية اللي كان يحلم يلعب فيها بعد موسمان مع باسل انتقل لتشالسي وهونيكي ما سطع نجمه بشكل كبير بسبب كترة النجوم بالفريق عدا عن عدم أعطاءه فرص كافية من المدرد جوزي مورينيو علما انه صلاح وصل على تشالسي بالأساس بطلب منها المدرد وهونيكي بلش الضغط على صلاح واعتقاد بانه انطلاقه من فريق متوسط كبازل لتشالسي بشكل مفاجئ كان غلطة ولكن صلاح بيعتبر انه كان التجربة يتعلم منها كثير من الأمور ليسافر بعد على إيطاليا ويشارك مع فيورنتينا وروما ويحقق في 2017 يقزت أفضل لعب بالدورة ويسجل لبتاني موسم 19 هدف ويذكر علاقته القوية التي بناها مع مدرب الفريق بلدي وقديه ساعده في هذه الفترة لكن هالعلاقة لم يكنت شي قدام الموجود بالعلاقات التي بناها مع أصحابه ومع البيتريونز بكل الطبقات جوغل دايمند لعب وإذا انت كمين بكتمنى علاقة نشكر بك الفيديو فقط عرابة لبوجك او بالدسكريبشن وهون لازل نذكر وقت لعب صلاح بموسم الثاني مع روما ضد فيورنتينا وقتها تلقى صافرات استهجان من الجماهير طبع فريقه السابق لكنه أظهر نضج كبير لما حاول يتفهم غضبه ومنع نفسه من الاحتفال بعد ما سجل في هذه المباراة في الشي اللي وقف صافرات الاستهجان ضده نظل هالأداء الرائع من صلاح قدر يلفد مرة تانية انظار فريق ليفر بول وليا عم قول مرة تانية لأن ليفر بول جانوا مهتمين بالتعاقد معه من قبل ما ينتقل على تشيلسي بس ما زبطت بالمرة الاولى ولحسن الحظ زبطت بالمرة تانية وصلاح عبر بعد انتقاله عن ساعاته بالرجع على انجليترا وتحديدا لملعب انفلد الملعب يلي كان من اسباب حبه لها الفريق بهاي داك الوقت الصفقة اللي عملته اغلى لاعب افريق وقدر صلاح مع الليفر يحقق حلمه بانه يصير لاعب عالمي اللي العالم يشهده على مهارته باعتراف ابرز النجوم وبالموسم الاول قدر يكون هدف الدورة بـ 32 هدف ويوصل لنهائي دور الابطال بس سرجو راموس كان له رأيي تاني وتسبب باصابة صلاح بالدقائي الاولى من المباراة اللحظة اللي اعتبرها محمد صلاح اسوأ لحظات مسيرته لانه هددت امكانية مشاركته بكأس العالم مع مصر بالـ 2018 علما انه راموس صرح انه تواصل مع صلاح يلي طمنه انه وضعه بخير الشي اللي نفيه صلاح انه صار راموس بعده اوسخ زلمي بتاريخ الفوتبول انا كنت شخصيا شجع ريال مدريد بس من ورا هاللعيب الزبال وقفت احضر فوتبول مستحيل هيك زلمي ما تشتي عليه العقوبات من فيفا منظره اصلا ما بيوحي بالخير بس الحمد الله كل المرات الماضية صلاح ما خلى اي شي يقف بوجه وحقق هالبطولة بالسنة اللي بعدها دغري ضد فريقتات انهار وبهالمستوى الرائع قدر صلاح يلفت نظر اهم مدربين القارة الاوروبية لما اعتبر تاب جوارديولا مدرب منشستر سيتي انه وجوده باي مباراة هو مصدر خطر بالاضافة لكونه لاعب رائع مثل المصرح ميسي اللي توقعوا انه يحقق الكرة الزهبية قريبة لو فيه انصاف كان حقق من زمان ومن اكتر النجوم يلي تأثر فيهم صلاح هو الاسطورة المصرية محمد ابو تريكا نجم نادل اهل المصري واحد من ابرز لعيبة مصر والعالم العربي عبر التريح وهو اللاعب يلي كان صلاح يتمنى يلعب معه من هو وصغير وهيدا الشي حققه لما تم تصعيده للمنتخب الاول وقدر يستفيد من خبرته ويأسس عليه قوية معه وهالشي ظاهر على ابو تريكا يلي بكل فرصة بيمدح فيها صلاح بفترة من الفترات الافضل بالعالم بجانب كل هالالقاب حقق صلاح العديد من الجوائز الفردية كافضل لاعب بداف الدوري وغيرها وكثيرا النجاحات يلي اكدت قيمة هاللاعب والانسان الطموح والمسابر يلي ممكن لو كان حدا تاني عم بيملؤ بظروفه مكان كفى بحلمه صلاح يلي بنتهي عقده مع ليفربول بالألثان وثلاثة وعشرين اعلن من فترة رغبته بالتجديد ولكن المشكلة هي مالية صلاح عم بيطلب زيادة عند ردبو الشي يلي يعتبر منطقي جدا بالنظر لمستويه كل يلي عم بيقدمه مع الفريق بس هاي دي اكيد هتسبب مشاكل لانه اللي بيفهم بعلم الفتبول بيعرف انه تجديد العقود والصفقات بين اللاعبين منع امر بسيط فبندخل فيها نواحي ادارية وكله بحسابه لأكيد انه ادارة مثل ليفربول معرف قيمة صلاح اكتر منا حتى فهاللاعب ومثله كتير من اللاعبين بيجيهم مدخول لنواديهم يمكن اعلى من رواتبهم بمليار مرة وكلها الارباح المالية يلي بتعملها الاندية والدوريات هي سبب اساسي ببقاء هاللاعب وانتشاره بهالشكل المخيف للعبة الفتبول فاللعبة بالنسبة لنا كجماهير هي وسيلة ترفيه وشحن لعقولنا بالحماس والتشويه انما لرؤسة الاندية اصبحت الهدف من هاللعبة مش بس الفوز بالمباراة انما تكبير حجم الارباح ولا لا منشوف فريق برشلونا يلي حاولت ادارته السابقة استغلال الثورة يلي عملها بهاللعبة وعدم التركيز على الارباح من خلال قيام صفقات عشوائية هدفها جذب الرضا الجماهير والشركات المعلنة الشي يلي بالنهاية ضرب الادارة لانه بعمره التخبيص مكان نتايجه مرضي محبة جماهير الفوتبول لصلاح ما كانت بس بسبب موهبته انما بسبب اعماله الخيرية والحس الانساني يلي بيتميز فيه وهي ده اكيد امر منه متوفر عند الجميع ورادبول عالم على ليفربول باضافة لعقوده الاعلانية مع شركات كبيرة مثل تبسي واديداس سمحت له يساهم باعمال خيرية عديدة وكيف لا وهو يلي طلع من رحم المعاناة محمد صلاح فتد احمس تشفيات اسس جمعيات وصرف رواتب للطبقات الفقيرة بمختلف المناطق المصرية واخيرها كانت مساعدته يلي قدمه بفترة الوباء العالمي بالاضافة لمشركته بدورات توعوية لخطورة الممنوعات على الشباب وغيرها من الاعمال اللي زادت من شعبيته ووصلت الجماهير لتعطيه لقب فخر العرب صلاح مفوت فرصة يعبر فيها عن امتنانه له المشاعر الحلوة ولكن بيعتبر انه بتشكل ضغطه مسئولية كبيرة فهو اليوم نحط انزار كثير من الاشخاص واي شي بيعمله داخل وخارج الملعب رح يكون مؤثر بشكل كبير مثل اي شي بتعمله داخل او خارج وريدو ارينا وطول ببجي موبايل 50 الف ريال ما قول انتو تصيروا لعيدو محضرفين بالاسبوت عالم جديد حياة جديدة لنا بالمستقبل وكلها القيم اللي بتحميلها لعبة كورية القدم الاكثر شعبية بالعالم من التعاون الشجاعة والاسرار بتخلينا نتأكد انه هي اكثر من مجرد لعبة وورا نجومها مئات من قصص المعاناة والكفاح ولكن وصلت لنهايات سعيدة كانوا هاللاعبين ابطاءة وجودها النمازج بحياتنا بيعطينا فرصة نتعلم الدروس وناخد عبر مننن والالتزام بشغلنا على تحقيق الاهداف ونحن نجد محل興 للملل أو اليأس لو قد مكانت ظروفنا صعبة مفهنا نغير الازروف بس فين نقرير كيف تأثر علينا قريب لحاك 1971 وSca tomarar